بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها عبادي هكذا تلقى موسى عليه السلام الأمر من الله تعالى بأنه ينطلق بقومه من بني إسرائيل ليلا ويتوجه نحو البحر ويغادر مصر وبالفعل جمع سيدنا موسى عليه السلام قومه في حشد كبير جدا ضم ألاف الرجال والنساء والأطفال وكلهم صاروا بقى متوجهين إلى ناحية خليج السويس وحملوا معهم كل ما استطاعوا حمله يعني شالوا بقى معاهم هما ماشيين الأمتاع بتاعتهم وأشياء كتير خاصة بيهم وكمان نساء بني إسرائيل عملوا عملة مش سهلة حملوا معاهم الحلي والجواهر والزينة اللي أخدوها من القبطيات المصريات وكمان خدوا معاهم كل حاجة استعروها واستلفوها من المصريات من دهب وفضة والسبائك والحلي وكان طبعا مصر مشهورة بهذا الأمر والحلي بتاع مصر معروف والدهب والفضة خدوا منهم الدهب والفضة بطريق الحيلة والخديعة قبل ما يرحلوا بيوم وهم كانوا عارفين لأن سيدنا موسى أخبرهم إن هم ما حيتحركوا فقبل ما يمشوا بيوم خدوا كل المصوغات الزهبية دي بالحيلة وبالخدعة واللي عندها حاجات سلفاها لم يعني ترجع الحاجة دي أو لم تعد بهذه الأمانات إلى أصحابها وكان ده بتدبير مقصود منهن ومرجعوش الحاجة اللي أخدوها ودي كانت عند نساء بني إسرائيل أمانات عندهم أمانات عندهم يعني ملهاش علاقة بكون إن المصريين ظلمنهم ولا جايين عليهم ولا لا يعني دي قضية ودي قضية والمفروض إن دولت يعني أمة مؤمنة وتعلم إن دي أمانات فالمفروض إن هم ما يرجعوها لا أخدوها واستباحوها لنفسهم ولم ينضي وقت طويل على انطلاق بني إسرائيل حتى عرف وعلم فرعون بأمر هذا الرحيل وفوج أبيه وثارت سائرة وجن جنون فرعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين أعلن فرعون النفير العام وأرسل في طلب بني إسرائيل دول مين أزلهم يمشوا من مصر فبدأ يبعد في كل مصر وأمر إنه يجمع له الجيش كله من كل المدن المصرية للقضاء على بني إسرائيل وأعلن عن سبب هذا النفير وكمان أعلن إنه دي مطردة لازم تتم بسرعة وبقوة لبني إسرائيل قبل ما يفروا من مصر إنه طبعا هو كان مستعبدهم وبيستعملهم وبيستخدمهم وما يقدروش كأنهم محبوسين محصورين ولا يقدرو يروح يمين ولا شمال عملوهم إقامة جابرية وهم كمان ما يخلطوش المصريين هم قاعدين كده في طرف في أطراف مصر ما بيعدوش في حتة فيها المصريين فهو بالنسباله ده تجرؤ منهم على إنهما يعصوا أوامر فرعون فأصدر بيان ألفيه كما قص علينا القرآن الكريم إن هؤلاء لشرذمة قليلون يعني دول شوية كده شوية أليلة نقدر عليهم شوية ناس يعني هما فهمين نفسهم إيه أنتوا تقدروا عليه وأظهر فرعون كمان مدى تغيضه من بني إسرائيل وتغيضه وحقده وشدة غضب فرعون من أفعالهم لأن الفعل ده كان فيه مفاجأة وبالنسباله فيه جرأة حتى القرآن وصف لنا الحالة النفسية اللي هو كمان يتكلم بيها عشان يحص المصريين على حشد الجيش للقضاء على بني إسرائيل قال كما قص علينا القرآن الكريم وإنهم لنا لغائضون وقال كمان وإن لجميع حاذرون يعني إحنا كمان متيقظين نحن متيقظون متأهبون وكان فرعون يريد أنه يرجع موسى وبني إسرائيل لعبوديته تاني هو كان بيستخدمه حتى هما مش عارفين يتحركوا هما في أسره في قبضة يدي والجند في كل الأماكن ما حدش يقدر يطلع ولا يدخل إلا بمعرفة فرعون حتى لما اتفقوا فيما بينهم وأمرهم سيدنا موسى بأمر الله تعالى إنهم يبددوا يتحركوا بر مصر عارف فرعون وكان على مشرق النهار كانوا هناك قدامهم وصل إلى النقطة اللي وصلوا إليها عند ساحل البحري يعني تقدر تقول في ظل ساعات قليلة في هذه الليلة الخطيرة المضطربة بالكتير من الأحداث العنيفة والشديدة والمفاجئة اجتمع لفرعون جيش عظيم جدا ضخم وتقدم فرعون جيشه يقوده بنفسه وخرج يطارد موسى وقومه وكان موسى في هذه المسيرة شيخ كبير جاوز السبعين من عمره عليه السلام لو نفتكر سيدنا موسى خرج من قصر فرعون هو كان ربيب قصر فرعون واللي رباه فرعون وفرعون كمان كان يعني مرتبط بسيدنا موسى وكان بيحب سيدنا موسى لغاية ما بلغ التلاتين وخرج في اليوم اللي خرج فيه حادثة حادثة القتل الخطأ ونصحوا الرجل المؤمن من قال فرعون انه يهرب لان فرعون ناوي يقتله ويقتص من اذا ثبت انه هو اللي عمل الجريمة دي ولم يكن يعرف فرعون بان ده قتل خطأ لم يقصده موسى عليه السلام في الوقت ده كان سيدنا موسى عنده تلاتين سنة وفر هاربا إلى مدين وقعد في مدين عشر سنين ورجع بقى عنده لما رجع كان يقابل بقى فرعون وحظة سيوم الزينة كان في عمر الأربعين وبعدين قعد تلاتين سنة يدعوهم وتحصل الآيات الضفاضع والدم والقمل والطوفان تلاتين سنة فكان قرابة السبعين في الوقت ده وهو واخد بني إسرائيل شوف كفاح سيدنا موسى قد إيه عشان يخلص بني إسرائيل من فرعون وشوف بني إسرائيل حيقابلوا فعل سيدنا موسى ده بإيه قدام بننبه لإنه عشان نفهم الكلمة المذكورة في القرآن وكذب موسى ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم قلنا قبل الفاصل إنه اجتمع لفرعون اللي بعد يجمع جيش ضخم من كل مصر اجتمع له جيش ضخم جداً وإنه الليلة دي لأنها كتليلة حاسمة وليلة مضطربة بالكتير من الأحداث الشديدة والمفاجئة وتقدم فرعون الجيش وبدأ ينطلق بالجيش لمواجهة ومطاردة موسى وبني إسرائيل وكان سيدنا موسى عليه السلام زي ما قلنا لحضراتكم في هذه المسيرة شيخاً كبيراً قد جاوز السبعين من عمره لكنه عليه السلام كان بعزم النبي الصادق كأنه شاب في العشرين من عمره عليه السلام وقاد سيدنا موسى قومه منفذاً أمر ربه سبحانه وتعالى قادهم يعني مسرعاً مثابراً واثق عنده يقين بالله العظيم يلهج لسانه وقلبه بذكر ربه حتى وصل آخر الليل إلى ساحل البحر الأحمر وهناك سأل حزقيل لو نفتكر حزقيل مؤمن الفرعون اللي نصحوا قبل كده وقال له يعني أنه يخرج من مصر سألوا حزقيل ويوشع ابن نون اللي اتنين سألوا يوشع ابن نون هو من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام لو نفتكر برضو أن سيدنا يوسف جي واستقر في مصر وجاب أهله وأعدو من الزرية بتاعته كان سيدنا يوشع ابن نون عليه السلام وكان يوشع ابن نون من سادات بني إسرائيل من كبار علمائهم وعبادهم الكبار فسألوا لي اتنين حزقيل ويوشع قالوا سألوا سيدنا موسى عليه السلام أين أمرت يا كليم الله وهذا البحر أمامك يعني حنروح فين أو حنقف فين أو فين النقطة اللي المفروض نكون عندها فأجابهما موسى عليه السلام وقلبه ممتلئ ثقة بالله العلي العظيم قال موسى أمرني ربي ببلوغ البحر ولا أدري ما أصنع بعد ذلك ولكن ربي سيخبرني ثم أشرقت الشمس وتمزق ستار الليل الذي كان يغطي موسى وبني إسرائيل وأصبح الآن موسى وكذلك قومه أصبحوا مكشفين لفرعون وجنود فرعون ومع الشروق كان الطلائع جيش فرعون على مرمى البصر من بني إسرائيل قال الله تعالى فأتبعوهم مشرقين يعني لحقوهم وقت شروق الشمس يعني شوف القرآن بيرسم لنا المشهد بدقة وإمتى مشوا بالليل وبعدين وصل جيش فرعون في وقت شروق الشمس ده يقولك على مدى حرص فرعون على الفتك ببني إسرائيل ونظر بني إسرائيل فإذا بهم فجأة يرون طلائع جيش فرعون قدامهم مقبل عليهم بخطا يعني حثيثة وجيين في وسط سحابة هائلة من غباري حواثر خيولهم ومشاتهم قال الله تعالى فلما تراء الجمعان يعني بقى كل فريق قدام التاني تراء الجمعان كل فريق قدام التاني بني إسرائيل هنا ناحية ساحل البحر وهنا جيش فرعون وجيش فرعون وبقوا الاتنين قدام بعض في اللحظة دي خالط الخوف الشديد قلوب بني إسرائيل وساءت بهم الظنون قال الله تعالى قال أصحابه موسى إنا لمدركون يا موسى نحن أمام ساحل البحر وذك فرعون وجنوده أمام أعيننا يقتربون منا فأين المفر إنهم لا محال سيدركوننا ويلحقون بنا ويقتلون يا موسى فأين النصر وأين النجاة على طول شكوا مش يبعندهم ثبات المؤمن عند المحن صحيح المؤمن قد يتزلزل لكن ما يشكش يخاف طبيعي لأنه بشر بس ما يسئش الظن لأنه من الطبيعي إن الإنسان يمر بامتحانات وابتلاءات شديدة يزلزل فيها الإنسان المؤمن لكن يكون عنده يقين أهل الإيمان وأي شيء يحصل هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى والله تعالى لأنه الله الحكيم فكل فعل بيتلقى أو بيجري أثر على الإنسان إنما هو يجري عليه بعلم العليم وبحكمته فإذا المؤمن تغذى بهذه المعاني يثبت قلبه يثبته العقيدة كل ما تتمكن في قلب الإنسان المؤمن يثبت زي ما شفنا في السحر المصريين اللي لما آمنوا وشفوا الآية المعجزة واهتزت قلوبهم وخالط الإيمان بصدق قلوب السحر خروا سجدا لله وأراهم الله تعالى منازلهم من الجنة فطمنهم مهمهمش بقى أن فرعون بعد كده هيقطع إيديهم ويقطع رجليهم ويسلوبهم في جذوع النخل لا ده كمان استشفعوا بأنهم كانوا أول من آمن بموسى سحرت فرعون المصريين أول من آمن بموسى عليه السلام واستشفعوا بإيمانهم بالأسبقية في الإيمان فإنهم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم خطايا ومهمهمش التهديد فرعون ومهمهمش التنكيل بيهم بعد كده بل بالعكس في عز الأزمة وفي عز الامتحان الصعب متعلقين على جذوع النخل وقبل ما يتعلقوا كان قطع إيديهم ورجليهم الإيد اليمين مقابل لها الرجل اليسر وسايبهم كده يعني يتصفوا من دمائهم ويموتوا موت بقتل أو موت بشعة لكن صبر الإيمان إداهم إداهم يقين وربنا سبحانه وتعالى لأنهم كانوا مؤمنين بصدق لما سجدوا لله أراهم منازلهم من الجنة فهم كانوا شايفين أنهم شهداء بررة وهم ما زالوا في الحياة الدنيا هكذا يصنع الإيمان بأهله صحيح الإنسان يخالد قلب الخوف طبعا وهلما يخالد قلب الخوف وأثبت أول ما تهز كده أبتدي أهدى بالإيمان ما هي العملية دي الوجع ده التعب ده المكافحة النفسية دي عشان أكون أنا ثابت بأنوار الإيمان ده الامتحان هنا والابتلاء هنا لكن أنا عندي سكينة المؤمنين قوم أو بني إسرائيل أول ما شافوا فرعون والجيش اتخضوا وقالوا له ده البحر هو فرعون قدامنا فين اللي انت قلت عليه زي ما قبل كده قالوا له انت من قبل ما تيجي احنا تعبنين في مصر ومن بعد ما جيت احنا برضو يعني في شقاء وتعاسى ما فيش احترام لنبيهم الكريم عليه السلام فسيدنا موسى صبر كتير مع بني إسرائيل فطم منهم طم أنا موسى بني إسرائيل طم منهم إلى إن فرعون مش حيدركهم ولن يقعوا بين يديه ليه مش بيتكلم كده لا بيتكلم من إيمان راسخ هو اللي بيخليه تكلم في عقيدة في إيمان في تصديق إنه هم مش حيقعوا في إيد فرعون لأن الله معه سيهديه لما ينجيه وينجيهم فقال لهم سيدنا موسى العبارة اللي هي ذكرى عظيم لكل إنسان مؤمن خايف من حاجة أو ألآن من شيء أو على شيء أو مضطرب الخطى في حياته في حاجة ألآه في حاجة تعباه في حاجة مكدر عليه سلام نفسه في شيء هو خايف منه في شيء مستحيل بأسباب الدنيا لأنه هم قدامهم بني إسرائيل على ساحل البح وفرعون بجيشه الضخم اللي جمعوا من مصر كلها قدامهم بالمنطق السببي إنه هم يدركهم فرعون لكن سيدنا موسى بالإيمان الراصخ وتعلق قلب سيدنا موسى عليه السلام بخالق الأسباب كان عنده يقين شديد أراد إنه يبس هذه الطمأنينة في نفوس بني إسرائيل وعلمنا الذكر ده اللي حنختم به فقرة التفسير واللي القرآن الكريم سجله لنا عشان يكون معانا في كل لحظة ممكن الإنسان يبر بيها يعتريه خوف شديد أو يعتريه قلق شديد أو يعتريه أي نوع من أنواع للطراب أو حمل الهم أو أي أو إنه مش عارف يختار الطريق المزبوط أو إنه محتار في شيء أو عموما في الحياة لأنه الابتلاء ده كان صعب جدا على سيدنا موسى وعلى بني إسرائيل قال الله تعالى قال حكاية على لسان سيدنا موسى وهو بيطم من بني إسرائيل بيقولهم قال كلا سبكم الكلام اللي بتقولوه ده سبكم من منطق الأسباب اللي انتوا عايشين بيا إحنا في امتحان شديد ورب الأسباب جل جلال الله معنا فبيقولهم قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم شكرا